اشتركوا في القناة المنضوع ديال الحلقة ديال هاد اليوم هو شنو رأيكم في قضية اغتصاب الاطفال وشنو هي العقوبة ليستحق مرتكب هاد الجريمة في نظركم كيف ما كان عارفو مشاهدينا ان هاد الجريمة ديال اغتصاب الاطفال اكترات بوحد الوتيرة اللي كبيرة كبيرة الزب وخصوصا في الاونة الاخيرة وخصوصا في جائحة كورونا فشنو هي الاسباح في نظركم واش كين الاسباب ولا كين دوافع وشنو هي العقوبة ليستحق مرتكب هاد الجريمة كنتمنى انكم تبادلون الاراء ديالكم فيما يخص هاد الموضوع وكيف ما كتعرفو مشاهدينا ان قضية او ظاهرة الاغتصاب يعني اغتصاب الاطفال انتشرت كيف ما اذكرت بوحد شكل اللي هو كبير في الموشمع ديالنا اه وجميع المغاربة اعرفو بقصة الطفل عدنان كيش واحد مغريبي ما اعرفش بقصة طفل عدنان سواء في المغرب او خارجة واللي تعدى عليه مجرم يعني استدرجو بوحد طريقة عجيبة تعدى عليه جنسيا قتلو تم دفنو زهير كيقول الاعدام يوسف الاعدام اسامة الاعدام مساء النور عليكم جميعا مساء النور ماليكا نبيلا ايضا هشام كيقول الموتس تحية كبيرة اخ عدنان طبعا مشاهدينا يعني بزاف ديالناس عاطفو مع الاسرة ديالهم اه ساندوهم طبعا اه مكيش لي مبقاش فيه عدنان وصراحة عمر ننسوه يعني تقتلب اذيك الطريقة العجيبة ثم تم دفن دياله لا اله الا الله محمد رسول الله نور الدين كيقول يجب المراقبة يجب مراقبة الاطفال في الشوارع والحطاء طبعا اخي طبعا اخي خصوصا ولداتنا الصغار نعرفوهم ني مهامين كيتمشاو نحاولو ما نسخروهمش طفل عدنان كان في عمرو الله يرحمو كان في عمرو 11 سنة ني كان مسيكين غير مسخر الوليدي لا فرماسي ام ايمان كتقول الاعدام الاعدام سعاد سلام اخي عبر الزاقة الموضوع ديالنا كنظن انني ذكرت قبل قليل هو حول قضية الاغتصاب قضية اغتصاب الاطفال حولوا تبدون الاراء ديالكم ولي عنده شي قصة كذلك يشاركنا نجيب كيقول يجب تطبيق القانون في قضية القضية المتفشف المجتمع المغربي وهي اغتصاب الاطفال يجب حكم بالاعدام اغتصاب الاطفال ايمانيتا كتقول الاعدام الاعدام السوفيان كيقول خاص المهم شي ما كينا بحل يل الحمد سوف يكون طبعا واحد القانون هو الصارم بخصوص مرتكبي هذ الجرائم في حق اطفال ابرياء ما عندهم شهتشي دمت مساكن ابو حمزة كيقول اغتلا مياء ظاهرة الاقتصاب وانتهاك حرمات البشرية الاعدام والجزاء طاليني كيقول يجب معقبة والديهم ايضا مكان القاصر المدرسة والبيت لا غير خاطتي اخويا واحد العقاب صارم شي شوية حسب الاباء حتى هما مساكن شنوضن بهم طبعا نقسم يحدى ولداتهم مالكة تقول الرجم حتى الموت كيفما كتعرفوا ايضا مشاهدينا بعد قضية او جريمة الاقتصاب دي الطفل عدنان تاليها قضية طفل نعيمة لخلقات واحد الجدل واسع جدا يعني بعد 41 يوم من الاختفاء في الظروف غامضة القوها او تم العثور على بقايا عظام تعود الى الطفل نعيمة طبعا ذات يعني كان في عمرها مسكينة خمس سنوات باحد الجبال القريبة من زاقورة يعني القريبة من منزل والديها بدوار على ما اظن تفركيلت بدواحي مدينة اقدس باقليم زاقورة طبعا احد الرعاة هو من عطر هو اللي لقى بقايا عظام الطفل الضحية وابلغ مصالح الضرك الملاكي والسلطة المختصة بالواقعة فالله يرحمها يا ربي امين صراحة كانت منه عقاب شديد لمرتكبي هاد الجرائم في حق الاطفال الابرياء ما عندهم حتشدن ففي نظركم شنو هي الاسباب شنو هي الاسباب لك تخلي مرتكب هاد الجريمة يقوم بهذا الفعل الشانيع حق الطفل بريء حسن الخلوفي كيقول اتمنى من الله ان يلطف ويرزقك الرحمة في المغرب الغالي ولاد يا ربي امين خويا محمد كيقول هادا خصو العذاب حتى الموت كنت منه صراحة قع مغاربها قع بقوا فينا جميع اللي يعني جميع الاطفال الابرياء ما خصش هاد الواقعة تكون نهائيا في المغرب خصوص يعمل المغرب لمغتصب الاطفال الاعدام امام كل المغاربة باش ميوقعش مازال هاد شي اخي اسامة كنت منه وكنت منه صراحة خديجة كتقول الاعدام يعني اغلبية التعالق كتقول انه العقوبة للاستحق هاد المرتكبي دي الجرائم هي الاعدام فبالنسبة الناس يلا تحقو بنا الموضوع دينا دي اليوم هو قضية اغتصاب الاطفال شنو هي العقوبة اللي سحق مرتكب الجرائم واش كين دوافع كتخلي هاد المجريمين يقوموا بهاد الفعل الشانيع ولا كين اسباب مهما تكون الاسباب فما خلص يكون يعني تعدي على الطفل بريء هناك تعليق يقول هذه الجريمة لازم العقوبة الاعدام ما كيش نقاش ولكن لا بد على الولدين يرقب ولادهم وقت صعيب وصلنا لي صراحة اتأسف ما بقى اشتقة ما بقى اشتقة نهائيا وليناك الخافوه من اللي قريب لينا وليتخاف من خوك يتعدالك على ولداتك وليتخاف من خالك وليتخاف من عمامك وليتخاف حتى من والديك وليتخاف ايضا حتى من الاب دي هذيك الولييد والبنية فصراحة انه كان يشوف واحد المشجمع واحد المشجمع اتأسف فمؤخرا زوجة وتم التصوير معها زوجة لقاتل زوجها كيختاصب يعني مدة طويلة وكيختاصب بنتها اللي في عمرها اليوم خمستاشر سانة كان كيختاصبها من اللي كانت في عمرها خمس سنين فأولا حطم ليا حياتها ثاني ما بقاش ما بقاش نهائيا للمعنى دي الأبوه وبالتالي العقاب زيادون رابعين السجن وشنو ما صير هذيك الابنية يعني خمستاشر سانة خصت على الأقل خصت تصارح الوالدة دياله يعني ولدك تعرف سيفني المسائل جمال كيقول أسف الشعوداء والسحر والغتصاب كتطن أسف الشعوداء والسحر والغتصاب محمد كيقول ما ذنب الوردة الجميلة إذا جاءت بين الأشواك عدنان سيبقى راسبا راسخا تظن راسخا في أعماقنا مختلطا بذامنا أكيد يا أخي عدنان هو طفل بريء طفل مغربي سوف يبقى راسخا في أذهاننا مدى الحياة والله يصبر والدي يا ربي آمين أوساما كيقول أبغينا مجرمين اللي قتلوا عدنان ونعيمة لإعدام حرقا ريتاج إلا ما عجبكش الموضوع ممكن أنك تنساح أو تنساح بي أنا كنوجه الموضوع للناس اللي اللي محبين القناة تشوف تيفي طبعا وكيتبعونا دائما ومخلصين لهذه القناة فرجاء ثم رجاء من الناس اللي كيحطوه بعض تعاليق لدون المستوى فصراحة أنا بالنسبة لي ما غيزعجونيش بالنسبة للناس اللي كيدخلوه كيقرار فالله يجزيكم باخير آمين 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 كيقول من أسباب الاغتصاب إدماج المواقع الإباحية اللي كتزرح مضمنيها سلوكية شادة من اغتصاب الأطفال والتعذيب ممكن ممكن أخي حتى المواقع الإباحية ممكن أنه تكون واحد صورة لدى المجرم خصهم يترجموا إبراهيم كيقول خصهم يترجموا طالياني كيقول مرة أخرى المغرب لا يطبق عقوبة الإحدام عدنان كيقول نتمنى القانون يتطبق عليه قانون من جميع النواحي فصراحة أنا كنوجه الناس يعني الآباء اللي غدي يحسوا كتر هم اللي والدين يحسوا الإحساس اللي غدي يحسوا به الوالدين أبو الأم دي العدنان ولا دي النائمة ولا دي الآباء أخرين لماذا ما زالي أنهم وقعت لهم المشكلة ولكن ما قدروش أنهم يوصلوها الرأي العام ما قدروش أنهم يوصلوها للصحافة فكيفاش ستكون النفسية ديانهم أنا صعيبة وصعيبة بزب أنهم يفرقوا الكبدة ديانهم الصراح كيقول لا علاقة للسحر بالإغتصاب بل هو الكبت والبعد عن الله صراح كيقول القناة نحبوها ونطيقو بيها وأنا من المتابعين لقناتكم من خارج الوطن مرحبا بك خويا تحية لك خديجة كتقول حل تراقب الولاد والله أنا أنا هلأ أخاف نجي البلادي وعندي صغار شنو بقى لازم يطبقوا لأدم أختي الغالي حنا أخاف على الصغار أكيد أختي حنا كاملين أخاف على ولدات ما صراح فالصعيب صعيب أنك تخلي ولدك مع شي حد غريب فالصعيب أنك تتق وتخلي تسخر الحانوت يعني صعيب في المجامعة دي أنك تخلي بوحد أو تخلي مع الخدامة أو تخلي مع خالك و لعمك صراح ما قد يش بقى حتى احتمر التاح داخليا يعجز اللسان عن التعبير سعاد كتقول إذا تطبق الاعدام على كل مجرم ولو مرة واحدة لن يتجرأ بعدها أحد جواب منطقي أختي سعاد اعدام الصرح كيقول الاعدام صراح كيقول أختي أغلبية اللي كيغتصب الأطفال هم كبار السن فشنو هي الأسباب مشاهدينا شنو الأسباب اللي كتخلي الاغتصاب أن الشخص يفكر أولا في اغتصاب طفل بارئ وكيكون قادر أنه يتزوج قادر أنه ربي العائلة قادر عنده المادة عنده كل شيء ولكن مع ذلك كيميل لدى كيميل الأطفال فشنو هي الأسباب وغالبا هذك الطفل إلى تم الاغتصاب دياله دون الأذية دياله بمعنى لم يتم قتل دياله فغالبا من التي كبار هتي حاول انتقم وإلى ما انتقمش فكي مرض مرض نفسي أكيد إبراهيم كيقول خصهم الرجم أمام الجمهور حتى واحد يخاف إذن عود مشاهدينا الموضوع ديال الحلقة دياله دائما مباشرة معالمية شنو رأيكم في قضية اغتصاب الأطفال وشنو هي العقوبة لصحق مرتكي بهذه الجريمة طبعا فوش كين أسباب لك تخلي المجرم أن نفكر في اغتصاب طفل بريء مرحبا بك أختي غزلة من هولندا شنو رأيك في هذا الموضوع أختي أم أسيا كنت تقول بغينا الإعدام أمام الملأ إحنا قاعدم غاربة وكنت مننا عقوبات صارمة في حق هد في هد المرتكبي الجرائم صارح أيضا كي يقول يريد يطبق الإعدام يحارب تجار المخدرات أسباب اغتصاب هي قلة النقص العقلية الفقر نرضينا نلاقض أن الفقر أن الفقر يكون سبب في هذه القضية اقتصاب قضية اقتصاب أكبر بكثير من الفقر أسامة يقول أسباب أن المجرم لا تكون لديه علاقة جنسية مع النساء لديه لديه طريقة خيبة التي هي اقتصاب الأطفال ممكن خويا ممكن غزلانك سقول إعدام أمام الملأ سبب الجهل قلة العقل الإعدام يعني أغلبية التعاليق تقول وتؤكد بأن الإعدام هو العقوبة لكي سهل كل مرتكب دي الجريمة الإقتصاب فما ذنب الأطفال مساكن أبرياء لماذا الآباء كحلم يعني ربيهم يكبروا يشوفهم يعني في أحسن وأحسن المثقبل ديالهم يكون زوين يشوفهم تقرأوا يشوفهم ختامين يشوفهم يتزوجوا يكبروا يولدوا ولدات فللأسف للأسف الآباء هم ملك يقول محروقين من جهة الكبدة ديالهم النور كيقول هدوك اللي كي يقتصبوا الأطفال هم حاقدين علم الشمع والأطفال الصغار كي أدوا الثمن محمد ليس هنا تأعتام أمام الملأ هنا بالمغرب نعم نعم الإعدام إذا الأغلب يتعالي تأكد بضرورة الإعدام لقاتلي ومعدبي هد الأطفال الخير يقول الإعدام ماشي حل شنو هو الحل أخويا شنو هو الحل في نظرك شوفوا الطريقة كيفش مات الطفل عدنان والطريقة كيفش مات الطفلة نعيمة في زاقورة فالطفلة نعيمة وواحد وعشرين يوم تم الاختفاء ديالها قوتي قلبوه للعائلة ديالها ما لقوهاش مش كون يلقاه لقاها راعي راعي غنم بعد واحد وعشرين يوم لقى العظومة بقايا ديال العظام ديالها بلغ مصالح درك الملاكي والسلطات المختصة بالواقعة صوروا معايا لقى العظام ديال طفلة بريئة لا حول ولا قوة إلا بالله فما بقاوش كيف يكفيه اغتصاف فقط فكبرو يمحيو هذه الاطر ديال الاطفال هغزلان كتسول واحد السؤال اللي هو الصعيب السيف سولتين اغتي انا اغتي اغتي مثلا لو كان ولدي ولا بنتي ماذا تقدر ندير ماذا تقدر نجاوبك اغتي صراحة ان الاحساس الامومة والا الصعيبة بزاف انك تخيلي ولدك ولا بنتك قياس الخير وقعت لي هاد الواقعة تقدر يتشلي تقدر يسكت القلب اي حاجة ممكنة فالغابة عليك غابة عليك مثلا بنتي غير يوم واحد فصعيب صراحة المسبة لي انا من قدرش الصحراوية كتقول بغت الساعة تقيم علاش اغتي يمزف تحوي جزوينين في المغرب دي انا ما زال اغتي اخويا راشيد ما زال لم يتم الحكم بعد صراحة يقول انا قلت نخاف نجيل مغرب من كثرة الجرم اغتي لا صراحة لا اسامة يقول مني تقتل عدنان وخما كان عارف وجدك نهار ما قدرت نعاس حين تصور الشخص يدخل القلب ما كره تحرق هذو المجرمين اللي دمروا حيات عدنان ونعيمة اكي اخويا سواء طفل عدنان ولا لاعيمة بقوا فينا واطرو فينا وعمر الطفل عدنان ما ينساه اي مغربي فمن اللي سمعنا الخبر الحمدي يان بورش فبابالوك الوالدين يان محسن لعونه صاف ويه اخويا رشيد مرحبا محمد كيقول حل اعتقد هو الحد من الجريمة والزيادة ذات الافراد في العمل الشرطي اذا مشاهدين تحياتنا لكم مرة اخرى في هذا البت المباشر كنتم معنا مباشرة مغشرة معلمية حول موضوع ما رأيكم في قضية اغتصاب الاطفال واشنو العقوبة ليستحق مرتكب هذا الجريمة في نظركم اذا تحياتنا لكم مرة اخرى وإلى اللقاء في مباشر اخر